هذه أبرز العناوين الوكل العام للملك يكشف حيتيات متابعة بعيو والنصر في ملف المخدرات بلاغ عجل مدرب الوداد البنزر يفاجئ النادي بقرار ساط بعد اعتقال السعيد النصري عملاق الدور الإنجليز يرغب في ضم نجم المنتخب المغربية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الوكل العام للملك يكشف حيتيات متابعة بعيو والنصر في ملف المخدرات أعلن الوكل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطار البيضاء لرأي العام اليوم الأحد أنه في إطار الأبحاث التي أنجزت الفرقة الوطنية للسرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المتقلين من جنسية أجنبية تبع في إطار قضية تتعلق بالإتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقع ذاتها التي سبق أن تبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وأخرون لهم ارتباط به أدين بعقوبات سالبة للحرية وضف المصدر ذاته في بلاغ حسب موقع إسبريس أنه بالنظر للتعقد هذه الأفعال وتشبك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضاية القانونية ذات الصلاة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة وقد أفضت نتائج البحث المنجز عن تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة منهم من يتولى مهم نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخر يرتكاب أفعال لها ارتباط بالموضوع وتكرس لمبدأ المساوة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسات الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لمنتمث إلى السيد القاضي بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشباه في ارتكاب كل واحد منهما لما هو منسب عليه من أفعال يعقب عليها قانونا والتي تمثل تكييفها القانون إجمالا في مجموعة من الجرائم من بين أهمها المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والإتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها الإرشاء والتزوار في محرر رسمي مباشرة عمل تحكم مس بالحرية الشخصية والفرضية قصد إرضاء أهواء شخصية الحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وائلات تراب المغرب بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة وفق المصدر الرسمي بلاغ عجل مدرب الويداد البنزرتي يفاجئ النادي بقرار صادم بعد اعتقال السعيد النصري فجأ المدرب التونسي فوز البنزرتي مسيري الويداد وطلب البنزرتي برفقة وكل أعماله ضمانات من مكتب إدارة الويداد أو الجهة المكلفة بتسير الفريق الأحمر من أجل الاستمرار في تدريب الويداد رياضي بعد اعتقال السعيد النصري وتؤكد المعلومة أن البنزرتي يسعى لفهم الاتجاه الذي سيتبعه الويداد بعد اعتقال النصري خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية خلال هذه الفترة الهامة التي تنتظر الفريق الأحمر يذكر أن البنزرتي انضم إلى الويداد في فترة إدارة النصري حيث تم تعينه بديل للمدرب السابق عادل رمزي وذلك بهدف تحسين نتائج الفريق على الساحتين المحلية والقارية عملاق الدور الإنجليز يرغب في ضم نجم المنتخب المغربي يبدو أن الدولي المغربي يوصف نصري مهجم إشبالي الأسباني بتقريب من الاندمام إلى نادي أوروبي كبير في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية حيث ربط اسم اللاعب بعملاق بريمير ليك مونشستر يونيتد ووفقا لما كشف عنه موقع قنوات سكايسبورت فإن النصري يعد أحد المرشحين بقوة للانتقال إلى صفوف الشيطان الحمر فضل حاجة الفريق لهداف من طراز رفيع بالسبب المرضود الهزي لمهاجم الفريق منذ بداية الموسم الحالي وكان المهاجم المغربي قريبا من مغادرة إشبيلية في الصيف الماضي لكن الناديه لم يوافق على العروض التي وصلت كونها لم تكن في مستوى تطلعاته المالية لكن النادي الأندلوسي سيكون مستعدا للإستماع للحروض الجديدة في المركات المقبل ولن يعترض رحيل مهاجمه في حال وصول عرض مناسب وذكر تقرار سكايسبورت أن مسؤول مونشستر يونايتد كانوا يستهدفون المهاجم الغيني سيرهوغيراسيا بالدرجة الأولى للتعاقد معها فإذلت ألقه الكبير في الدورة الألمانية مع شتوتغارت لكن قرار اللاعب بالبقاء في ناديه لفترة إضافية جعل الاهتمام يتحول صوب هداف المنتخب المغربية ويعاني مونشستر يونايتد في الدورة الإنجليزية هذا الموسم حيث يحتل المركز الثامن مؤقتا برصد 28 نقطة عقب خسارتي أمام ويست هامي رايتد لحساب الجولة الثامنة عشر وبخط هجوم نجح في تسجيل 18 هدفا فقط أي بمعدل هدف واحد في المباراة بينما ودع الفريق دور أبطال أوروبا من دور المجموعات وفشل كذلك في التأهل إلى الدورة الأوروبية ويشارك صاحب الستة والعشرين عاما بشكل منتظم مع إشبيليا منذ بداية الموسم الحالية حيث شارك حتى الآن في 24 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل تسع أهداف وتقديم تمر رسين حاسمتين حيث يحد هدف فريقه الأول ويستعد نصير للمشاركة في نهاية كأس أمم أفريقيا 2023 والمزمع إقامتها في الكونتفور خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين حيث سيلعب أصد الأطلس ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات طنزانيا والكونغو ديمقراطية والزامبيا جبران كان افتقد نصير لأنه كان يعطينا واحد لحب كبير أعبر عميد نادي الويداد رياضي يحيى جبران عن أسفه الشديد لاعتقال رئيس النادي السعيد نصري متمنيا أن تحصل في راجة قريبة لها وقال يحيى جبران في تصريح أعقب فوز الويداد على يوسفية برشيد أن النصري كان يعتبر بمثابة الأبي أو الأخ الأكبر للعبين مشيرا أن المجموعة تفتقده كثيرا وضف جبران النصري كان يقدم لنا حبا كبيرا ودعما متواصلا لذلك نتمنى أن يعينه الله في محنته وأن تحصل في راجة قريبة لها وعن ظروف مباراة برشيد قال نتمنى أن نوصل هذه النتائج الإيجابية حتى نتجاوز بسرعة مرحلة الفراغ وأنا سأظل وفيا دائما لنادي الويداد مهما حصل لوزا تمررتي لحاكيمي في مباراة مصر كانت سببها خليل زيتش خرج الدولي المغرب حمر اللوزا عن صمته الطويل بخصوص تمررته المتيرة للجدل في مباراة المغرب ومصر عن ربع نهاي كأس أوم إفراقيا لسنة 2021 الذي أقيم بدولة الكاميرون وعن هذه الواقع قال عمر اللوزا في تصريحات صعفية لا زلت أتذكر جيدا صوت الصراخ خليل زيتش وهو يطب مني أن أمرر الكرة لحاكيمي فدون تفكير قمت بالتمرير الكرة لحاكيمي وكان قرارا سيئا وضف عمر اللوزا أيضا كان لابد لي أن أوضح هذا الأمر لأن الكثير يلوموني على هذه التمرير بدلا من رفع عرضية نحو الشباك يذكر أن هذه الواقع قد حدثت في مباراة المغرب ومصر في ربع نهاي كأس أمم إفراقيا بالكاميرون وفي الدقيقة 121 من الوقت بدل الضائعة كانت هناك ضربة حرة من مكان قريب ومن زاوية جيدة سواء للتسديد أو لتنفيذ عرضية في القائم الأولى لكن عمر اللوزا فضل منحة مررة في الخلف لحاكيمي ليخطفها منتخب مصر ويحاولها إلى هجمة مرتد كيد تمنح الهدف الثالث لمنتخب مصر